تتصاعد مخاوف المنمين في المناطق المطلة على ضفة النهر من تأذيرات فصل الصيف فندرة المراعي باتت تؤرقهم وتزاحم الأغنام والأبقار القادمة من المناطق المجاورة بحثا عن المراعي يهدد ما تبقى منها المنمون هنا يقولون إن الصيف الجاري يعد الأشد منذ سنوات بفعل ضعف التساقطات المطرية وتراجع الغطاء النباتي خلال فصل الخريف الماضي ما يجعلهم مضطرين إلى الترحال طلبا للماء والكلأ أنا منمي هنا تعمل الحيوان هنا ضايع والعام ما أخرف يخرج العاقبال وما فيه لمطا ويحش الوعات شهرين يحش فيه البقار وفيه المخرفة ما أخرف العام فيه أخلي فقع ما أخلي جاء وقفات وثم اللعنة يجي نتكالشيلين مثلا ما ملا ما أخرف توعدنا للماء الشهرين ونحشوا فهدئين في الحش لولنا الشهرين والفوقاني من الضياء عواقع لفتوهم رابطة المنمينة في قرغل حذرت من تأثيرات فصل الصيف على التنمية الحيوانية ودعت إلى تدخل عاجل لمساعدة المنمين وإنقاذ المواشي الحيوان اللي بات تخلق شو من اطياحه في بلايدات معينة ما يبعيد ناسية حكما عادت عنده ثقافة الحش من اللي لسنوات عادت عنده ثقافة الحش تتكلف حد عنده إمكانيات حيوان أرقاق لغير ما بات حد ما عنده إمكانيات تخلق فيه الخسارة خاصة على مستوى العطف العطف هو المخزن الرئيسي أصلا الحيوان والمخزن الحقيقي للمصادر رعوية كاملة المويتانية على الصيفة عامة التنمية الحيوانية تعد أحد أهم مقاومات الاقتصاد الوطني يعتمد عليها السكان في الريف كما هي أحد الفرص الاستثمارية التي تشهد إقبالا واسعا من المستثمرين غير أن موجات الجفاف باتت تشكل تحديا كبيرا أمام المنمين وتهدد مستقبل الثروة الحيوانية في البلاد